قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتم تركيز حاليا على التوصل لهدنة ونهاية للحرب في قطاع غزة مؤكدا أن بلاده ستعمل مع مصر وقطر لضمان الاتفاق وأضف بايدن خلال كلمته بمؤتمر صحفي أن إسرائيل عرضت مقترحا جديدا شاملا يشمل ثلاث مراحل المرحلة الأولى ستستمر ستة أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكانية في قطاع غزة هذه لحظة حاسمة إسرائيل قدمت اقتراحها وحماس قالت أنها ترغب في وقف إطلاق النار هذه الصفقة هي فرصة لإثبات إذا كانوا يعنون ذلك حقيقة حماس عليها أن تطلق هذه الصفقة لأشهر كان هناك دعوة لوقف إطلاق النار حان الوقت لرفع الأصوات وأن يطالبوا من حماس أن تأتي إلى الطاولة وأن تقوم بإطمام هذه الصفقة وإنهاء الحرب ترجمة نانسي قنقر